استضفت قبل لحظات مكالمة خاصة للغاية مع صديقين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد حيث اتفقنا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تاريخية كانت جميع يعتقد أن هذا سيكون مستحيلا وكما تعلمون فإن محمد هو أحد القادة العظماء في الشرق الأوسط بعد 49 عاما ستقوم إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل سيتبدلون السفرات والسفراء ويبدأون التعاون في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن إنها حقا لحظة تاريخية الآن وبعد أن تم كسر الجليد أتوقع أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات العربية المتحدة أود أن أشكر قادة إسرائيل والإمارات على شجاعتهم وقيادتهم للتوصل إلى هذا الاتفاق الهائل الذي سيعرف باسم اتفاق إبراهيم يعتمد الرئيس ترامب مناهج غير تقليدية يفعل الأشياء بطرق مختلفة لكنه يستخدم الفطرة السليمة ويحاول توحيد الناس من خلال التركيز على المصلحة المشتركة بدلا من تركهم يركزون على مظالمهم المشتركة وما حدث هو أننا تمكننا من تحقيق النتاج التي لم يتمكن الآخرون من تحقيقها وهذا من شأنه أن يرتقي بالمنطقة وبالعالم كله إبراهيم كما تعلمون هو أب الأديان الثلاثة العظيمة يشار إليه باسم إبراهيم في العقائد الثلاث المسيحية والإسلامية واليهودية ولا يوجد شخص يرمز إلى إمكانية الوحدة بين جميع هذه الديانات الثلاثة العظيمة أفضل من إبراهيم ولهذا السبب أعطينا اسمه لهذا الاتفاق مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إنه يوم تاريخي وخطوة مهمة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط إنه إنجاز رائع لإثنتين من أكثر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم ويعكس رؤيتهما الإقليمية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا كما يوضح التزامهما بمواجهة التهديدات المشتركة كدول صغيرة لكن قوية